بسم الله الرحمن الرحيم سعيد صباح من شمال سينة من قبيلة البيضية حاج سعيد عزين عرف هدف من المؤتمر النهاردة وجاين تقوله وين الرسالة عزين تقوله النهاردة المؤتمر ده الحمد لله دي بداية طيبة لعمل مجلس قومي للقبائل العربية بيلتقوا فيه جميع القبائل وخصوصا ان انت تعلم جيدا ان القبائل على مستوى الجمهورية من الصعيد لا اسكندرية لا مطروح لا شمال لا جنوب سينة لا مرسعيد لا الخيوم فدي بداية كانوا بيحلموا بها الطبائل العربية الممتدة على مستوى الجمهورية ان هم يلتقيوا وتعرفهم بعض خصوصا للاطباع ولتأمين حدود مصر من ناحية ليبيا ومن ناحية السودان ومن ناحية فلسطين ومن ناحية جانب الاخر احنا بنسعى من خلال هذا الملتقى ان احنا ان اكد على وطنية القبائل العربية وانتمائها لمصر وان حيظلوا يخلصوا للقوات المسلحة والشرطة والرئيس القائد عم فتح سبحانه 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 س كلنا ظهير لقواتنا المسلحة نقول أن لا بد للقوات المسلحة أن تدحر هذا الارهاب ونحن معها لأن الارهاب لا وجود له على أرض مصر وأن نقول أيضا أننا متكاتفون من الشمال إلى الجنوب في كل المحفظات كل القبائل العربية تتواصل فيما بينها تزداد اللحمة فيما بين أبناء الوطن الواحد نقول أننا بدأنا عصرا جديدا من حماية وطنة ظهرت السيادة الكاملة للقوات المسلحة على الحد الشمالي الشرقي بإجراء أخلاء الشريط الحدودي لأن السيادة كانت منقوصة من خلال الأنفاق ومن خلال العبس الذي نبهنا عليه مرارا وتكرارا لابد من غلق هذه الأنفاق التي تأتي بالشرق من الشرق إلى مصر نقول الحمد لله أنها انتهت القوات المسلحة من فعل ذلك ونحن نقف واليوم نؤكد أيضا من خلال اجتماعنا على هذه المفهيمة التي سوف يحويها أبو الصعود الأخراسي من شيخ قبيلة الأثارسة نائب رئيس رابطة اتحاد القبائل العربية عضو المجلس القومي للقبائل العربية هل تذكر رسالة التي تريد أن تقولها من المؤتمر والهدف من قامة المؤتمر النهاردة؟ الهدف من إقامة المؤتمر النهاردة أن جميع قبائل مصر والتي تحمي حدود هذا الوطن خلف القيادة السياسية المصرية خلف الحكومة المصرية خلف الجيش المصري ثوابت لا تغيير مهما كانت الأفراد وثوابت نحن فدى هذا الوطن نحن نسيج من هذا الوطن نحن نتعامل مع هذا الوطن ككيان كل ولا نتعامل معك أجزاء بكل أطيافه وكل أشكاله وكل أنواعه نؤيد مسيرة هذا الوطن إن شاء الله نحو مستقبل واعد ونحو تقدم ونحو ازدهار ثم نحارب الإرهاب بكل ما أوتينا من قوة اللي دحر الإرهاب على أن يتقدم لأي جزء في مصر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر